ما هي أولويات السعودية بعد تطبيق هذا الاتفاق وتنفيذه وعودة الحكومة إلى عدل؟ السعودية والتخالف الحقيقة المملكة ودول التحالف حريصة كل الحرص على الشعب اليمني وحريصة على استعادة الدولة وحريصة على استعادة الأمن والاستقار وهي ستدعم كل الجهود التي تؤدي إلى تحقيق سلام شامل وآمن ويرفع هذه المعاناة عن الشعب اليمني ويعيد الاقتصاد ويعيد الحياة الكريمة ليشقانا في اليمن نتوقع دور جديد لمركز الملك سلمان للبرنامج السعودي لعادة الأعمار في اليمن خلال الفترة القادمة بعد عودة الحكومة لا يوجد شك الله يطول في عمرك أول شيء دور مركز الملك سلمان اللي غاثه والأعمال الإنسانية مستمر منذ بدء الحرب ومستمر أيضا في كثير من المشاريع وكذلك أيضا العلاقة مع المنظمات الدولية ودعمها والعمل المشترك معها داخل أراضي اليمنية وكذلك برنامج السعودي تنمية أعمار اليمن يقوم بأعمال كبيرة جدا في كل المحافظات اليمنية هناك قرابة 17 مشروع في عدن و193 مشروع مبادرة مختلفة ما بين صغيرة ومتوسطة كبيرة في اليمن وهناك مشاريع سيتم إن شاء الله توقيع على البدء في تنفيذها بحضور مسؤولي من الحكومة الجديدة إن شاء الله خلال أسابيع القادمة في عدن وفي مارب وفي حضرموت وفي كل المحافظات المحرة تقريبا توقع ترجمة نانسي قنقر